يعني عام على الحرب التي وصفت بأنها من أسوأ أزمات العالم هل تحولت إلى أزمة منسية رغم كبر مأساتها؟ طبعا الحرب حرب منسية الآن ليس بثبب عدم وجود مبادرات حقيقية للحال هناك مبادرات إقليمية مبادرة من منظمة الإيقاد مبادرة من التحدي الأفريقي مبادرة من دول جوار السودان وهناك منبر مفتوح بمبادرة سعودية أمريكية في جدة لتسوية هذا النزاع لكن كل هذه الجهود تعثرت ولم تستطع جهة واحدة في العالم أن تفرض على السودانيين أو على الطرفين أو على الأطراف المتنازعة والمتقاتلة في السودان حلا مقبولا الآن شعب السوداني شعب مشرد إما نازح داخل السودان أو لاجئين لجوا إلى عديد الدول حول السودان فلذلك هذه الأزمة تتجلى بصورة أكبر في المشهد الإنساني المحزن البشع الذي نشاهده الآن ولا يتحرك المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي لإيقاف على الأقل الحد من هذه الأزمة الإنسانية التي تتفاق من كل يوم تغارير أمم المتحدة الآن تتحدث عن شبح مجاعة يخيم على السودان وعلى دول جوار السودان ما يخشى الآن أن تتحول هذه الحرب أو تحولتها بالفعل لحرب إقليمية شاملة تهدد كامل الإقليم أريد أن أسأل عن تعقيدات الإضافية التي أفرزتها هذه الحرب المستمرة منذ عام على مسارات التسوية السياسية المتعثرة أولا التسوية أصبحت تسوية مشروطة القوات المسلحة السودانية تشترض أنه لا يمكن أن توقف القتال أو توقف الحرب أو توقع على المقترحات الموجودة في ميمبر جدة ما لم تخرج ميليشي الدعم السريع من المرافق الحكومية المراكز الخدمية من منازل المواطنين أي مدينة دخلت فيها قوات الدعم السريع تقوم بتهجير قسري للمواطنين تحت البيوت المواطنين تتخذ منها ثقنات عسكرية وتشرد ملايين السوداني الآن تشردوا نزحوا عن بيوتهم هربوا من بيوتهم من جراء الحرب الذين فروا من هذه الحرب تجاوز العدد 11 مليون سوداني تركوا منازلهم في الذهب فلذلك هناك اشتراطات هذه الاشتراطات التي وضع الجيش سوداني ولم يلتزم بها الدعم السريع أعتقد أن هذه هي واحدة من أعقد القضايا التي لم تحسم الآن الشيء الثاني واحدة من مهيجات هذه الحرب بصورة أكبر أن هذه الحرب أصبحت حرب مفتوحة لديها سياقات إقليمية امتدادات في الجوار لا تزال مجموعات من المرتزغة الأجانب يتوفدون إلى السودان من جنوب ليبيا من تشاد من النيجر من مالي من أفريغا الوسطى من جنوب السودان من أثيوبيا من اليمن من سوريا من مناطق متعددة هناك مرتزغة يعملون في لصالح الدعم السريع ما لم تتوقف إمدادات هذه المرتزغة ما لم يتوقف الدعم الأجنبي الذي يأتي إلى ميليشيا الدعم السريع ويأتي عبر مطارات في تشاد لن تتوقف هذه الحرب أنا أعتقد أن الأوضاع الآن معقدة أكثر مما كانت في بدايات هذه الحرب لأن هذه الحرب اتخذت مسارات أكثر تعقيدا ومن الصعب جدا إيجاد حلول اللم يتوقف هذا الدعم باريس تصديف مؤتمرا دوليا برئاسة ألمانيا الأثنين للمحاولة للبحث عن حلول وتوفير الدعم ما الذي يمكن أن يأتي به وسط هذا المشهد أولا هذا المؤتمر بلا قيمة فعلية لأن العنصر الأساسي في أي محاولة لإيجاد حل الأزمة السودانية هو الدولة السودانية نفسها ممثلة في حكومة السودان وفي الجيش السودان قاطع هذا المؤتمر الذين ذهبوا هم جزء من المكون المدني السياسي وهو معروف بانحيازه إلى الميليشيا المتمردة إلى قوات الدعم السريع المتمردة فلذلك لا يوجد ولا يرتج السودانين أي حلول من مؤتمر باريس أنا أعتقد أن مؤتمر باريس هو مؤتمر للعلاقات العامة مؤتمر فاشل كما شاهدناه اليوم لم تطرح فيه أي رؤية متكاملة للحل خاصة أن الأوروبيين الآن يعني الحكومة الفرنسية ولا الحكومة الألمانية لا تمتلك المعلومات الكافية لما عليه المشهد السوداني على الأرض فضلا عن أنه لا توجد إرادة دولية الآن تسعى إلى وضع حد لهذه الحرب وبدء إعمار السودان من جديد أو تسبيط الوضع والاستغراف السودان بأي معنى سيد الصادق؟ يعني حضرتك ذكرت أن كل المبادرات كانت موجودة ولكن على السودانيين أن يتفقوا بداية حتى لو توفرت الإرادة الدولية إذا كان السودانيون لا يريدون أن يتفقوا فيما بينهم هل يمكن لأي إرادة أو مبادرة أن تقدم شيئا؟ طبعا من الخطأ أن نتصور أن هذه الحرب مجرد حرب داخلية السودانية هذه الحرب هي عوامل خارجية العامل الخارج أكبر لأن العامل الخارج هو الذي يحرض على الحرب وهو الذي يدعم الحرب أنا أقول لا توجد إرادة دولية موحدة الآن هناك جهود أمريكية لوحدها تمضي المبعوثة الأمريكي الجديد زار دول الجوار تلمس مواقف المجموعات المختلفة سواء كانت دول أو منظمات إخليمية الأوروبيين بريطاليا لديها وجهة نظر مختلفة حتى مختلفة عن الذي حدث اليوم في باريس الاتحاد الأوروبي أيضا لديه رؤية مختلفة لا توجد رؤية جامعة متفقة عليها بين الأطراف الدولية تسعى إلى ذلك كذلك في المجال الإقليمي مصر كدولة مؤسرة لديها رؤية السعودية لديها رؤية مختلفة الإمارات لديها رؤية مختلفة جوار السودان مثل أسيوبيا إيرتريا دول الإيقات كل منطقة من هذه المناطق تمتلك رؤية مختلفة لا يوجد ما يجمع هذه المبادرات ولا يوجد الاتفاق على الحد الأدنى من المشتركات في هذه المبادرات أنا أشكرك جزيلا كنت معنا رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والرئيس السابق للاتحاد الصحفيين الأفارقة الصادقة شكرا